كعادتها كل عام أقامت الهيئة العامة لشؤون القصر مؤتمرها الصحفي والخاص بإفادة ورعاية الحجاج المشمولين بالحملة السنوية والتي ترعاها الهيئة 93 حاجا مثلوا عددها في الموسم في احتفالية حملت عنوان عيالنا حج مبرور الإمكانيات والخدمات تم توفيرها لبناتنا وأبنائنا القصر لرحلة هذا الحج من توفير الطيران والباصات والسكن والوجبات ثلاثة وجبات موجودة هناك وجميع الخدمات والإداريين سواء من الحملات أو من الهيئة نفسها الهيئة حرست على التكفل بكافة مصاريف الحجاج القصر ومن يرافقهم بما يتواءم مع حملات الحج الكويتية ناهيك عن الإشراف الكامل منذ الانطلاقة وحتى العودة للبلاد حد الحج هذا ستكون شاملة كل شيء من التذاكر من الإقامة وجبات ثلاثة وجبات يوميا متكفلين حتى بالمحارم مصرف القاصر والأم والمحرم بعد فبكل خدماتها كل خدمات اللي تقوم فيها الحملات الأساس اللي هي الكويتية رح تقدم لهم حملة الحج السنوية تأتي ضمن سياسة الهيئة الاعتناء بالقصر وإيمانا منها بالجانب الإنساني في الرعاية بمختلف الأنشطة ومشانها تعزيز الجانب التربوي والديني لدى القصر المشمولين لاترفزون المجلس رياض العبادي ترجمة نانسي قنقر